هايههههل ايهههل كيفيهه يا مش سمعك الكوائيس بطل وش باشي اما أنت بتتوشش مش مش سامع حيا ايه بتقولاره هاتلي بتبادل يلا با ارجو يا حاجة ان انا مأخير tauطي لكم حموم الجناعي اللي انتو فيه ده لا يا ابني! إحنا طول عمرنا ماشينا على كده! هو أنا لسا كنت جاي لنبيلة في بوستين إيه؟ لا جاي أخد كلمتين في الكبير يا ابني آي! بحسب! البوستين آي! أصلي سمعتها بوسة! إنت فاكرني إيه؟ أصلا أنا شريفة وعفيفة وزريفة وشرفية بحفن بالليفة ماذاك بحفنك هناك لتحروفة أاخضني يا جمل ؟ ده عندي 우리�ان الخير هاها هاها هاها! يا بيت خلاصي التليفون اللي معاك ده واشوف الأبوكاتو يمكنني تتعامل منه بمصلحة طب inscre high bar خلاصنا أفنني يا أستاذ والله أنا بس فتنة ساواني 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 ازك يا سعودة ده سعد الصغير؟ لا 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 ده سعد اخو يا اخو يا انا اه اكبر من الصغير ولا هو ايه؟ يا راجل لا 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 دايما انت ظنك وحش يا راجل ده ابن خالتي ابن خالتي بالرضاعة يا سعد طب يلا يلا افل اكلمك بعدين يلا باي باي البلد كلها اخوة بالرضاعة امور ما النمر يا حاج عاجة يا فدميه استاص خلاصتنا اخاللك يا سوت ولم خلاص نتابل في الجلسة سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين أن هذا الملتهم الماسل الذي أمامكم الآن في قفص الالتهان بريء براعة الزؤب من دمضني عكوب وأنا ألتسق مع النيابة ألتسق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب ولكن دعونا ننتقل بالقانون الذي هو تاق فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به القانون الذي يقول بأن نتهم بريء حتى تزمت إدانته ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي بسجواب الملدعية تعالي يا غريلة سيد الرئيس فين الشهدة المدعية هي ليه الشهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام علي السلام علي الهدى والنور أنا أحترمك عشان خطر الحاجات اللي أنت لابسها ده استغفر الله نازم استغفر الله نازم استغفر الله نازم استغفر ده أنا عن فخر بارك الله فيك يا أستاذ بارك الله نبيل الحقيح أنت قلت في تحقيقات النيابة أن كنت يشاورته للمكرباس وهو كان فاضي وركبت معايا صح؟ صح؟ أي ما يا أستاذ ولما حصلوا أنك تركبت معايا مكرباس خدك لمكان غير خط سيرو وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان ضلما كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك أليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ أجل يا سيدي أجل يا سيدي وعلى حسب أخوالك برضك في النيابة أنك قلت إن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة السابعة والنص حتى الساعة السامنة والنص يعني ساعة بالتمام والكمال مضبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ لا الله ينور عليه هو ساعة ده رقم كياسي ده المفروض ياخد جايزة قبل على اللي عمله ده سيدي الرئيس هل تسمح لي لحقيقة المؤكرة بمكالمة تلافون؟ هنا يا أستاذ نعم هنا؟ أبدا أزمك المكنف في صلبه وعنق الأضياء اتفضل أنا اللي بتصل أنا أيها رضي يا حاجة رضي رضي يا حاجة فتح الله عليك رضي رضي ألو؟ ألو؟ مساء الخير؟ مساء الخير يا فنس نبيل الحايح مش كده؟ أجل يا سيد أجل يا سيدة طب ده رقم تلافون ساعتك مش كده؟ أجل يا سيدة أجل يا سيدة أجل يا سيدة والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحدثة صح؟ أجل أجل أنا بس حبيت أثبت لفزارة المحكمة أن ده النمرة الخاصة بالملدعية اللي كانت معاها أثناء الزعتطة وهو كان عايز ياخذ منك النبايل صح؟ أجل يا سيدة أجل يا سيدة يا سلام على التقوى طب إزاي يا سيدة رايز؟ حصل الاعتداء عليها وهي جلب نفس التوقيت ده خمس مكالمات كل مكلمة لا تقل عن عشرة اتناشر دقيقة وده اللي نثبت عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعة المحمول بتقول إن جالها خمس مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه نفس الساعة إزاي ده يتم هو ممكن يحصل بس يحصل بقى ساعتك إلا إذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتجلم صاحباتها وبتشرع لهم فوايد الاقتصاب شكراً سيدة رايز سيدة أم حاطر الزبطي يلا باي نبيلة انت النمرة الموبايل بتاعك زيرو تلتاشر أربع خمسات تلتين واحد أيوا يا فانتم حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المكن عليها وأحالتها إلى نيابة العام وتوجيه تهمة البلاغ الكذب إليها وثانياً براءة المتهم عصام غيومي من التهمة المسندة إليه رفعة الجلفة بلاغي بلاغي أولاً يا الله، يا الله إيه؟ بقول لحضرتك نزل بي قانون الدستور الجنائي كله أيها بس ده كتير أوقع شريحة إنها تستوعب ده كله من غير ما مفضلها مكان يا باشا يا باشا البشاور يا دكتور يا مستر ساكلانس إحنا دخلين على عزب وفلوس جاية وحياتني خالص عزين نعمل الفلوس اللي بجد عزين نوقف على الفلوس نفضل نطول 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 من على الوقت نلمس بورج الجزيرة ولو طولنا نلمس بورج الجدي كمان حنلمز تاكل على الله حلوهاوي هات المتج بتاعك وتعالى بزحاتك يا مستر ساكلانس قدامي شكرا شو بقى ها دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة الأهل الجران الحي اللي انت جولدت فيه العشرة القديمة يعني الشي دي ايه؟ شيل شيل ذكريات طفولة ايه و وناس ايه وقران ايه وقاشرة قديمة ايه ده عطي اسمان مش حلو وقاشرة قديمة زي الجبنة القديمة شيل حيل عايزة الناس دي كلها انساها انساها من الفقر عايزة بعشاد بك ديت اعملها اكاوني ونزل اللايس واكس حيل حيرتك كلها بقيت هلا كرئتك انك تحمل ملفات كتير بالشكل ده عالشريحة تخليني اقرب مع دي المؤتمر اللي هزهر فيه اختراعي للنور حلم حلم انت بتقرب خل بصراحة حلم ايه هو؟ ورغيت ايه؟ ايه دكتور الناس ايه؟ ناس ناس لينا دكتور نمالهم بالنس خلاص الدنيا بقت حلوة والعيش هترتاح نمالهم بالنس ستابد انت بس قنوز دستوري الجنائي وقصونات العلاقات الغرمية يا عياء وقاية وتلوقتي بقى نزلت لك برنامج